اليوم الثاني عشر من التكريس الكامل ليسوع بواسطة العضراء مريم لمدة 33 يوماً حسب القديس لويس ماريكي من يوندو مانفرد الغرض من الأسبوع الأول فهم أنفسنا وخطيانا وإفراغ نفسنا من روح العالم بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين قراءة من كتاب الاقتداء بالمسيح للراهب توماس أكيمبوس تتمت السفر الأول الفصل الخامس والعشرون في النشاط لإصلاح سيرتنا كلها أمران يفيدان لإصلاح عظيم في السيرة الإقلاع بعنف عما تميل إليه الطبيعة الفاسدة والعكوف بنشاط على تحصيل الفضيلة التي يحتاج إليها بالأكثر اجتهد أيضاً أن تتجنب وتقهر بنوع خاص الرذائل التي تسوءك غالباً في الآخرين اغتنم في كل شيء فرصة لتقدمك حتى إذا رأيت أو سمعت بأمثلة صالحة تطرم رغبة في أن تقتري بها ولكن إذا رأيت ما يستحق اللوم فاحذر أن تفعل مثله وإن كنت قد فعلته في الماضي فاشتهد في إصلاحه بسرعة كما أن عينك تراقب الآخرين كذلك الآخرون أيضاً يراقبونك ما ألذى وما أعذب رؤية إخوة ورعين مضطرمين في العبادة ذوي أخلاق طيبة يحافظون على القوانين ما آلم وما أثقل رؤية الذين يعيشون على غير نظام ولا يمارسون الواجبات التي انتدب لها كم يضرنا أن نهمل ما دعينا إليه وأن نحول أفكارنا إلى أمور لم يعهد إلينا فيها تذكر ما قطعت عليه العزم واجعل أمامك صورة المصلوب إذا تأملت في سيرة يسوع المسيح واجب عليك أن تخجل لأنك إلى الآن لم تشتهد كثيراً في تصويب نفسك على مثاله وقد مضى عليك زمن طويل مد انتهجت طريقاً لله إن الراهب الذي يرود نفسه على التأمل بجد وتقوى في حياة الرب وألامه القدوسة ليجد بوفرة في تلك التأملات ما هو نافع وضروري له ولا حاجة به أن يطلب خارجاً عن يسوع شيئاً آخر أفضل منه آه لو دخل قلبنا يسوع المصلوب فما أسرع مكان يعلمنا العلم الكافي الرجل الحار النشيط مستعد لكل شيء إن مقاومة الرذائل والأهواء لأشد عناء من الكد في الأتعاب الجسدية من لا يتجنب الصغائر يزلق شيئاً فشيئاً نحو الكبائر إنك لتفرح دوماً عند المساء إذا قضيت نهارك في عمل مثمر اسهر على نفسك حرد نفسك عظ نفسك ومهما يكون من أمر الآخرين فلا تهمل أنت أمور نفسك بقدر ما تقهر نفسك تتقدم آمين صلاة التكريس ليوم الثاني عشر يا مريم خاطئاً حبلت بأمي فهل يستطيع إنسان أن يعود إلى بطن أمه ليولد من جديد؟ ففي أحشائك يا مريم أكرس ذاتي بكليتها منذ اللحظة الأولى للحبل بي حتى هذا اليوم لكي يستطيع الإنسان الجديد الإنسان الذي ولد في المعمودية أن يكبر في حرارة حبك الطاهر يا مريم بما أن جميع قوانين الطبيعة تجددت فيك ففيك أريد أن أقيم لكي تفعل الشريعة الجديدة في أعضائي ولكي يدفعني الحب البتلي إلى فعل الخير الذي أريد وإلى رفض الشر الذي لا أريد فأنت يا جميل يا مريم بقدر ما الخطيئة بشعة وقد أخذ ملكنا بجمالك فأنا أكرس لك ذاتي دون تحفظ يا أم الحب الجميل ويا مرآة طاهرة طهر الملائكة لكي تروق نفسي المتجدد لله الآب والابن والروح القدس صلاة أيها الروح الخالق هل أم أيها الروح الخالق فزر عقول عبيدك وأوعب من نعمتك السامية الصدور التي خلقتها أنت هو المدعوب برقليتا وموهبة الله العلي وينبوعا محيا ونارا ومحبة ومسحة روحية أنت الموزع المواهب السبع وإصبع اليمين الأبوية أنت موعد الآب حقا ومغني الحناجر بالنطق أضئ الحواس بالنور ألقي المحبة في القلوب شد الضعف أجسادنا بقوتك الثابتة واترد العدو بعيدا وأعطي السلام سريعا وإذ تكون لنا قائدا متقدما فننجو بك من كل ضرر أعطنا معرفة بها نعرف الآب ونعلم الإبن ونؤمن كل حين أنك روحك ليهما المجد لله الآب والابن الذي قام من بين الأموات والبرقليت إلى دهر الداهرين آمين نشيد مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى تواضع أمته فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى أجيال وأجيال للذين يتقونه صنع عزا بساعده وشتت المتكبرين بأفكار قلوبهم حتى المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين أشبع الجياع خيرا والأغنياء أرسلهم فارغين عضد إسرائيل عبده فذكر رحمته كما تكلم لأبائنا إبراهيم ونسله إلى الأبد آمين صلاة إلى مريم نجمة البحر السلام عليك يا نجمة البحر يا أم الله الرؤوف الدائمة البتلية يا باب السماء السعيد أقبل هذا الكلام كما قبلتيه من فم الملاك جبرائيل مني علينا بالسلام كسر قيود الخبثاء أنير عقول الخطأ أبعد عن الشرور التي تدركن من جميع الجهات أمطر علينا الخيرات أظهر ذاتك بأنك أم لنا وتوسط بيننا وبين ابنك الذي تجسد من أجلنا يا عضراء لا مثيل لها يا عضراء العذارة خلصين من خطيانا لنكون ودعين وطاهرين والتكن بواسطتك حياتنا نقية وطريقنا بدون خطر لكي نتمتع بالفرح السماوي بمشاهدة ابنك يسوع المجد والإكرام لله الآب وليسوع المسيح مخلصنا وللروح القدس أمين المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين أمين يضاف إلى هذه الصلاوات مصبحت الوردية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر